بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الآن إيه اللي احنا عايزين نعمله عايزين إن شاء الله نبدأ من هنبدأ بالميلنج وناخد كل الفيتشرز اللي موجودة احنا عندنا زي ما اتفقنا في فيتشر فروم ديمينشنز وفي فيتشر فروم كارفز فاحنا هنشوف كيفية تطبيق اي برو داكت نقدر نعمله على الحاجات اللي هي فروم ديمينشن وازاي نستعملها والاشياء اللي هي فروم كارفز وازاي نستعملها طبعا دي المينيو رئيسي اول ما نفتح البرنامج ضغطنا على الايكون الخاص بالبرنامج فتح لي البرنامج فبجد إن أنا عندي فايل وهلب ونيو واؤبن وسير أنا عندي بتطلع السكرين قدامي بيدفولت على نيو فايل لو أنا عايز أفتح existing فايل بفتح مني بما إن إحنا هنبدأ نيو فايل فهنبدأ نخليها زي ما هي بالديفولت اللي هي نيو فايل هقول له التالي هايزهر لي التالي أنا عايز أعمل إيه أنا قلت هنبدأ بالميلنج إن شاء الله بعد ما نخلص الميلنج ونخلص كل الفيتشرز بتاعه سواء عن ديمينشن ولا كارفز هنبدأ بإذن الله ناخد التالي وفي كل الحالات اللي بنشتغل فيها الـ Parts اللي احنا كنا بنشرح عليه الـ Introduction إن شاء الله سواء في الميلنج أو في لما نبدأ في الجزء بتاع التالي هرسمه هيكون هو ده آخر تمرين ننتهي به بعد ما نخلص الـ Parts المختلفة اللي هنتضرب من خلالها على كيفية استخدام جميع التولز اللي موجودة في البرنامج فلو جيت أنا عندي هبدأ بالميلنج فهبدأ ميلنج Setup أنا هخلي الأبعاد بتاعت التمرين الأول بالإنش نشتغل بالإنش وهنشتغل بالمليميتر فلو بدأت بالإنش طبعا أنا أريد أن أقول حاجة بنشتغل بالإنش اللي هو الـ English Units وفيه عندنا المليميتر اللي هي تبقى المترك يونت لو اشتغلنا بالإنش بقولي أنه فيه Library عندي فيها التولز المختلفة اللي هي بنشتغل بها للحاجات اللي هي تخص مثل Thread فيه Thread فيه Standard بتاع الإنجليش يختلف عن المترك كذلك ما احنا عارفين فإذن هنشتغل بالإنش عشان يشوف الحاجة لما تشتغل فيها بالإنجليش يونت ولما تشتغل بالمترك يونت هتشوف الأمر همشي إزاي طيب هنقول له كده خلاص شكرا احنا زبطنا أن احنا عايزون يشتغل على الميلنج وعندنا اليونتز بتاعتنا هتبقى بالإنش انهاء اطلع لي Parts وده Stock طبعا ده هنا أو طب دي لو ما ظهرتش عامل ايه هل هتقول على Stock هو اضغط هنا اضغط على كلمة Stock اللي هي رقم واحد والترتيب منطقي بتاع البرنامج انه هو بدأ اول حاجة بالstock ان انت بتختار المتيريا اللي بتاعتك فاحنا هنبدأ دلوقتي نختار المتيريا اللي بتاعتنا اللي هنشتغل عليها اللي هنطبق عليها بعض الفيتشورز اللي موجودة طيب بيقولني انت تشغل ايه بلوك انا عايز الديمينشن بتاعتي Thickness واحد ميلي اه واحد انش وعندي هنا جايبلي اللينث خمسة والوث اربعة طب انا لا انا عايز هخليها مربعة اهي ادي الوث باربعة وهخلي Thickness بتاعنا بيكان بي اتنين انش طيب كده انا هقول Finish ولا اعمل ايه اللي استنى بقى احنا هنا انا عايز اقول لك حاجة عايز نعمل اول ما نبدأ في هذا التمرين عملية Facing يعني ايه Facing مشان عندي البارت ده البلوك اللي موجود انا هعمل عليه بعض عمليات التشغيل المختلفة فلازم السطح بتاعه اللي هعمل عليه عملية تشغيل الاول اللي عمله عملية Facing كده ازا ما بنقول ايه نعمله عملية يعني توضيب كده النوع جاهز ان احنا نعمل عليه الفيتشرز المختلفة How can we do that حيان انت بتيجي هنا وتروح جايب خلاص انا خدت الابعاد 4-4-2 او بعدين اجي كده Finish وقوله ايه Prove Parities وبعدين اجي هنا اخلي Z بكم اهيب اجي اخلي قيمة Z ب 0.06 يبقى ازا هو كده ها يعمل ايه نقوله ايه موافق Apply Apply يبقى ازا كل مرة لما يجي يشتغل يجيب لي الثاكنس بهذه اللي هنعمل له عملية الفيسنج طب تعالي نشوف الكلام ده يظهر ازاي اهو لو انا جبت رأيت كده ها هذه الطريقة خدت بالك من شيء ان الaxis كانت عند نقطة 0 هنا بدأ محور Z اشوف اهو اذا الX والY ادي الX لو اصبح لما عمل اللي جبت الX اصبح normal على screen و الي موازي للشغل و Z هو اللي نزل المسافة اللي هي Open 6 انش عشان اقدر اعمل عملية الفيسنج المقصود ان هذه المسافة هي اللي هتتشال من المتيري يعني كل الابعاد اللي انا هعملها بعد كده هتبدأ من تحت هذا اللي اوكي نرجع تاني نقول ارجع هتلينا الايزومترك او حتى يمكن ايه بين في الايزومترك بهذه الشغل احنا طبعا لما نشتغل دايما بنجيب الطب عشان يبقى قدامي الوجهة اللي انا هعمل عليها عمليات تجريب كده اخترت المتيري طبعا هي المتيري هي التالي يبقى الابعاد حتى لما قفلت وفتحت ثاني خلاص الابعاد بتبقى سابت اللي لان هاي داي اختياراتي التالي هنشتغل على الالومونيوم وبعدين الفيد والسبيد لو عايز تشوف ها ايه اللي هتبقى موجودة بيوضح لي الفيد والسبيد بتاعة الرف سايكل والفنش سايكل وبعدين اكمل يجب لي ايه ان انا هشتغل على ايه المشيئ اللي اسم set up one من الممكن نحن نغير set up one والله بنسمي الحاجة حسب المسميات اللي بترناسب معنا لسه ممكن تخلي set up one set up two وهي اللي بيندرك تحتها مدموعة الفيتشور اللي انت بتعمل طيب هنا اضغط على finish خلاص finish ويقفلت الجزء اللي الخاص بعملية التجهيز المتيري اللي انا هشتغل from dimension فfrom dimension هعملي تعال نشوف دلوقتي بنهرو على features قفص كلهم رحت على features لانه جيب لي الحاجات جاهزة في feature لو جينا عليها هنلاقي اي القائمة بتاعت new feature هتلاقي فيها what kind of features would you like to make فبيسألك ايه نوع feature فهنا عندي هلقي two menus واحدة اللي هما قدامنا دول واحدة from dimensions والتانية from curve فهنا هنبدأ دلوقتي لانه from dimension لو مدين الابعاد جاهزة انا مش انا 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 عندي هنا الطول او الشكل اللي انا عايز اشتغل به موجود جاهل فتعال الاول ناخد نبدأ بمثلا بstep بول خلاص هناخد step بول هو hole يتبعه hole الواسع يتبعه hole اضيق منه في القطر فتعال نشوف step board هنعمل هزاي نضغط على step board ونقول التالي في التالي هنجد لان احنا شغالين step board هنجد انتر the dimension for step board هتلاقي انه واجب طبعا انا قلت عندي hole يتبعه hole الواسع يتبعه الاقل منه في القطر ولذلك واجب لانت داتا بتاعة hole التاني طيب تعال احنا نبدأ نشتغل في هذا step board ونقول انه عندنا هنبدأ نقول ان الديامتر هناخده خليه باثنين اهو ادي الديامتر باثنين والdepth هنخليه خليه بخمسة من عشرة والله ممكن ناخد هنا المسلا نخليها بأوبن وان ويبقى عندنا ننقل على hole التاني انا الرسم اللي موجوده قدامي وضحت لي هنا بص شوف هو جاب لك الرسم بيوضح كل شي ادي الديامتر اللي انا بشتغل عليه واندي هنا الف وعندي هنا depth العمق بتاع hole طبعا اذا تكلم على كل hole على حدة يعني انا دلوقتي ده depth بتاع hole الاول فانا خلته بخمسة من عشرة في عمدي الريدياس بتاع hole البتم الريدياس بتاع hole والله حيستخلي زي ما هو عايز تغير وإيه ممكن تغير طيب بعد ما عملت عملية التغيير اعمل ايه لانه انغير تقيم اضغط على set يبقى هو كده حفظ هذه القيم اللي انا اضفته انقل على hole التاني اضغط بالماوس واروح على hole التاني هنخلي الديامتر بتاعه بواحد والdepth ب خليها باثنين ونعمل مش هعمل تشامفر في ده خلاص يبقى دي كده عندنا هنعمل set يبقى اذن الهول الاول عندنا الديامتر باثنين والdepth بخمسة من عشرة والتشامفر بتاع الهول بواحد من عشرة وعندي الهول التاني الديامتر بواحد والdepth باثنين والتشامفر بزيون طيب هنا احنا في حاجة عايزين نقول عليه انت ملاحظ لنا ده يجب كده التوتل كام اه اتنين ونص هل الكلام ده صح احنا اتخانا كلها بتاع التكنس كله كام اتنين لا الكلام ده صح ليه لأنه هنا بيحسب من اول بداية الهول اللي موجود قدامي يعني اذا الدبث بتاع ده خمسة من عشر يبقى خمسة من عشر يبقى كل المجموعة هيبقى كام هيبقى اتنين مش هيبقى ايه اتنين ونص خلاص يبقى ايه ده الدبث الكل بتاع الهول طيب نيجي بعد كده نشوف كده طب فيه اي حاجة تاني نعملها شباب ضغطنا set ضغطنا set عشان يسبت لي الابعاد اللي انا غيرت نشوف التالي بعد كده يجيب لي ايه التالي خلاص نقل لي step وم دايما هو لما تعمل تنش ايه او تعمل كريات لأي features هاجب هاجب هالي عند part position part zero position طبعا انا هعمل ايه انا هعمل move لهذا الجزء طب نضع هذا الجزء ده تعال نعمله move نقول ودينا عند x 2 و وديني عند y 2 نضع في center بتاع هذا الشكل ونقول له التالي طب هو نقل هون كده في sensor يبقى اذا انا نقلت هذا الجزء في sensor بعد كده نقل على screen اللي فيها rough cycle and finish cycle ok i'm happy with that i'm not going to change anything more يبقى خلاص كده عملنا part مفيش اي warning موجودة نيجي نضغط على ده ونقول finish وشكرا هدي اول جزء عملنا يبقى كده قدرنا نعمل step board from dimension i didn't create curve ولذلك خدتها from dimension نراكم ان شاء الله في المقطع القادم نستكمل فيه هذا الجزء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته